حتى مع استمرار الانسداد السياسي وتأكيدات التيار الصدري عدم خوضه أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة مع الإطار التنسيقي بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة ما تزال أطراف الإطار تعول على فترة ما بعد عيد الفطر المبارك لتنفيذ جولة سياسية قد تفضي إلى تفاهم مثمر مع التيار الصدري هناك مساعي كثيرة من قبل الإطار الشيعي لجمع الأعداد المطلوبة وهناك توجه من قوى وكتل سياسية ذهبت مع الإطار الشيعي إلى ذات الرؤية ولربما أيضا سنشهد ما بعد العيد مباشرة تغيرا في الخارطة التحالفية بما يحقق اتفاق الجميع نحو خدمة العراق ضمن برنامج يتفق عليه وأيضا يعالج الانسداد السياسي الحالي بالمقابل تواصل أطراف إنقاذ الوطن تأكيداتها تماسك التحالف للمضي صوب الأغلبية الوطنية رغم موجات التوافقية التي تحاول أن تضغط لتغيير بوصلة التفاهمات التحالف الثلاثي دائما أنه هو تحالف من تمسل التغييرات الآن مثل ما قلت لك نعمل أن يكون هناك توصل داخل أو وجود اتفاقيات وحتى لو تقديم التنازل من قبل الجانب للوصول إلى اتفاق معين داخل بيت الشيعي وللخرج من هذا الانسداد ويحذر الشارع العراقي من أي التفاف على مطالب تشكيل حكومة تصحح أخطاء الماضي وتتجاوز حقبة التوافقية والتحاصص لتؤسس إنجازات متقدمة في ملفات الخدمات والاقتصاد والصحة والأمن من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية